اتكلمنا في فيديوهات كتيرة عن كيفية انشاء مصد رياح قوي وناجح لمزرعتك بالفعل. ولكن السؤال اللي معظم السادة الافاضل سألونا عليه هل يمكن زراعة اشجار الليمون لوحدها تقوم بدور مصد للرياح قوي وجيد عشان ناخد منافع الليمون وفي نفس الوقت نعمله مصد رياح وكمان سياج ويبقى مصدر حماية للارض وفي نفس الوقت لما ييجي الانتاج يبقى منتج. هرد على السؤال دوت ان شاء الله بالفيديو دوت بس ما تنسوش نعمل لايك للفيديو. احزان نوصل الفيديو ده لمتين لايك. وللسه مشتركش في القناة. يلا روح اشترك ويلا بنا نبدأ. يلا بنا. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد. طبعا اتكلمنا في فيديو اتنين وتلاتة عن اهمية مصدات الرياح. وعملنا فيديوهات برضو بنشرح فيها ازاي نعمل مصد رياح قوي وجيد وفي نفس الوقت منتج من اشجار المهاجن الافريقي وكذلك اشجار الليمون وهتلاقوا روابط الفيديوهات دي موجودة تحت فيه صندوق الوصف. ممكن تطلع عليها للي ما شافش الفيديوهات ديت علشان يقدر يفهم احنا بنتكلم في ايه. ولكن من اكثر الاسئلة اه اللي جات لي الفترة ديت على الفيديوهات اللي احنا عملناها سابقا اللي هو هل ممكن نزرع الليمون يبقى مصد رياح انا مش هايز ازرع مهاجني مش هايز ازرع كفور مش هايز ازرع جزورين انا هيززرع لمون بس حوالين ارضي علشان ااخد فوايد الليمون ان هو بقى شجرة منتجة واخد منه محصول وفي نفس الوقت يقوم بدور حماية للارض من الرياح والاتربة وكمان يبقى سياق قوي حوالين الارض يمنع الناس من التسلم. اجابة واضحة وصريحة اتكلمت عنها في فيديوهات كتيرة اللي هو مصد رياح لازم ان يكون غطاء نباتي كسيف 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 يعني في اشجار فيها اوراق كتير وفي نفس الوقت عالي لان احنا زي ما قلنا اتجاه الرياح بييجي تحت الرياح اللي بتيجي على سطحة التربة دي اللي بتحرك سطحة التربة وبتشيل معاها السفة او الزرات الرمل اه الزغيرة جدا وفي نفس الوقت في الرياح الشديدة اللي بتيجي فوق وعالية فبالتالي حضرتك لو عارب شجرة الليمون هتعرف ان شجرة الليمون مبتعلاش اكتر من اربعة متر ممكن توصل لخمسة متر وما شفتهاش بس ممكن توصل لخمسة متر حين هل المسافة دي او الارتفاع ده كافي وامن ويطمنك ان ده يبقى مصد رياح لا طبعا قولا واحدا لا طبعا لايمون ما ينفعش مصد رياح لوحده غير في حالة واحدة وهقولها لك في اخر الفيديو وهورها لك بفيديو كمان ماشي فانا لما باجي معا مصد رياح بتاقي لازم ان يبقى عندي اشجار عالية تقوم بدور الحماية من الهواء العالي لازم يبقى عندي اشجار عالية وهنا انا رشحت لك المهاجني وصار البلدي ثم بعد كده انت لو عايز تعمل لها حاجة تانية يعملها ولكن للأسف هتبوز الدنيا كلها حلو فانا اجي ازرع الليمون حوالين المزرعة بتاعت انا معايا مزرعة كيلو في كيلو ولا ميت متر في ميت متر اروح محوطها كلها باللمون واقول ان ده مصاد رياح لا ده مش مصاد رياح كده انت بتعمل سياج بتعمل سياج وفي نفس الوقت الانتاج من الليمون هيكون انتاج قليل فما تحطش في دماغك ان انت هتاخد انتاج من ده فما لهش لازمة واخسارة اللي انت بتعمله ده كله علشان كده في الفيديوهات اللي قبل كده وتكلمنا فيها عن التصميم الصحيح اللي عامل مصاد الريح انا دخلت لك الليمون في المنظومة بتاعت ديت يقوم بدور ان هو كشجيرة عامل مساعد سانوي يقوم بدور السياج من ناحية الشيوك الكسيف اللي موجود فيه وفي نفس الوقت يكون منتج مش هديك انتاج كامل وكلي صحيح زي لما تبقى زارع مسلا فدان على بعضيه ولكن على الاقل هتاخد منه متوسط من خمسين الى سبعين في المية انتاج ده في حد ذاته كويس جدا لان المصاد رياح بتاعك بيبقى فيه اشجار خشبية ويبقى فيه لمون يديك محصول كمان اربع سنين او خمس سنين او وقت ما يوصل الانتاج من كلها لحسب النوع اللي انت زارعه فده كويس ما تطمعش بقى اكتر من كده وتقول لقى هزرع اللامون بس مش هعمل حاجة كأنه زي زي اي سياج بالزبط فممكن توفر تمن شتلته وتمن رعايته واهتمامه وتزرع اي شجيرة تاني صغيرة تقوم بنفس الدور دوت هي المنظومة ماشية كده يا صديقي ما ينفعش اقدم حاجة على حاجة وما ينفعش اعمل حاجة على حاجة لازم المصاد الرياح يقوم بدوره علشان نحمل ارض فعشان اقوم بالعمل دي كلها لازم يبقى عندي تطابق سليم ما بين الشجرة العالية اللي بتحميلي من فوق وفي نفس الوقت الشجرة او الشجيرة المنخفضة اللي بتحمي من تحت التوليفة دي هي تعتبر افضل توليفة ممكن نشتغل معانا يعني ممكن تشتغل معانا ونضيف فيها العنصرين دول علشان نطلع بكل النتائج اللي احنا اتكلمنا فيها قبل كده فما ينفعش انا هيجي ازرع اللامون لوحده واقول ان ده هيبقى سياج انا اه او كمان يبقى مصاد رياح ده ممكن ينزرع مسلا ما بينك وما بين الجار كسياج بيكون في حتة ابلايا مفيش بييجي منها هوا فممكن ازرعه بينه وبين الجار ان هو كسياج وخلاص مفيش في مشكلة انما كمصاد رياح لا مش هينفع طيب ايه هي الحالة اللي ممكن ازرع فيها الليمون تمام بالطريقة اللي انت بتقول عليها دي بس مش هيبقى مصاد رياح هيبقى حاجة خفيفة خالص كده بص يا سيد تعال نشوف الفيديو ده مع بعضين ونتكلم فيه المنزر اللي انت شافه دوت من احد المزارع المسيطة اللي موجودة فيه قريتي كنت ماشي صدفة ولقيته في قولت اصوره كده تصوير سريع وان شاء الله بازن الله هروح هناك واصوره تاني علشان تشوفه كويس جدا وتفهمه المقصود من اللي انا بقوله ايه الحاجات اللي موجودة ده لمون بلدي عادي جدا مزروع على آآ راس المزرعة ديت هي حوالي تلاتة اربعة فدان الراجل الطيب لافف بها المزرعة دائر ميدور وهنا الاراضي الزراعية اللي في نفس المنطقة ديت هقول لك هتحتاج مصد رياح هقول لك مش محتاج مصد رياح قوي تمام لانه اعتبر آآ فيه غطاء نباتي كسيف حوالين المنطقة كلها من اشجار القفور القديمة اللي موجودة على الترعة وطبعا اتقطعت بس في اشجار كتيرة بتقصر الريح هو هنا الراجل الطيب ده زارع اللمون على مسافة تقريبه بين الشجر التاني حوالي متر ونص علشان يعمل سياج للمصرعة بتاعته شايفين كمية الشوق عاملة ازاي ما اعتقدش ان حد يعرف يعدي من دي بسهولة فهي دي الفكرة انا ممكن ازرع اللمون كسياج يا سيد الفاضل وليس كمصاد رياح فهو ده النموذج الوحيد اللي انا اقدر اعمله عندي لو هي المنطقة كلها مزروعة وبالتالي فيها اشجار عالية وفيها مصادات للرياح وفيها احماية كافية انا ممكن ازرع اللمون حوالين المزرعة بتاعتي يقوم بدور سياج محدش يارفقش المزرعة وفي نفس الوقت هيبقى فيه انتاج هي دي الحالة الوحيدة فما ينفعش القطعم ان انا ازرع اللمون لوحده مصاد رياح يا ريت ترجع تشوف بقى الفيديوهات اللي فاتت وتسيبولي اسئلكم تحت في التعليقات علشان نجاوب عليها ونعملوكم عليها فيديوهات في نفس الوقت اللي لسه مشتركش في القناة اتمنى منك ان انت تطلع تشترك في القناة وتدعمنا بالفيديو ده بلايك علشان عايزين نوصل لمتين لايك واللي حابب ينتسب للقناة وتبرع للقناة زوران الانتساب موجود هم خمسة وعشرين جنيه بس في الشهر تحياتي ليكم احمد حمدي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى 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 موسيقى